سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلطان العبدي من ابتكار أخيرا هواوي كشفت عن الهاتف المبتكر القابل للطي لتبين للعالم قدرات التقنية الصينية نستعرض لكم هواوي ميت اكس تو في بداية حدث شركة هواوي للكشف عن الهاتف القابل للطي ميت اكس تو صعد الرئيس المناظر ريتشاد يو إلى المسرح وهو بكامل أناقته وتحدث عن بعض الإحصاءات ليكشف عن هواوي هي الشركة رقم واحد في الصين في الهواتف الذكية ورقم واحد في الأجهزة القابلة للارتداء وارتفعت حصتها 80% في سوق السماعات ثم تم الكشف عن الهاتف المبتكر القابل للطي هواوي ميت اكس تو تصميم الهاتف فخم بمواد عالية الجودة تم هندسة الجهاز داخليا وخارجيا بأحدث التقنيات الهيكل من الزجاج والإيطار من الألمنيوم سمك الجهاز عندما يكون مفتوح 8.2 ميلي متر وعند الطي 14.7 ميلي متر وبوزن يبلغ 295 جرام يدعم الجهاز شريحتين اتصال وتقنية 5G البصمة مدمجة بزر التشغيل الجانبي ومزود الجهاز بمكبرات صوت استيريو لتقديم أفضل تجربة صوتية أحد أهم وأصعب الأمور في الهواتف القابلة للطي هي المفصل لهذا طورت هواوي مفصل من الفولاد أقوى ثلاثة مرات من المعدن العادي وأقوى من بعض المعدن بالسيارات ولكن هذا المفصل سلس وهذا يبين الجهود الكبيرة في التطوير الهاتف يأتي بشاشتين الشاشة الخارجية بمقاس 6.45 إنش مسطحة بدقة توكيه نوع OLED بكثافة 456 بيكسل لكل إنش بأبعاد 21 إلى 9 بتردد 90 هيرتز وعند فك الطي تظهر الشاشة الداخلية الضخمة بحواف صغيرة وبدون ثقب أو نوتش بمقاس 8 إنش بتردد 90 هيرتز ودقة توكيه وبكثافة 413 بيكسل لكل إنش الشاشة ممتازة وتقدم تجربة مشاهدة ممتعة ولكن تفتقر فقط لتقنية HDR الأمر الجميل أن هواوي اعتمدت على تقنية جديدة لطي الشاشة حيث أن الجهاز ينطوي تماما بسلاسة تامة وبدون فجوة بعد الطي وهذا الأمر الذي ساهم بتقليل تجاعد الشاشة من منطقة الطي حتى 40% مقارنة بالجيل السابق وهذا بفضل التصميم الداخلي الجديد الذي يكون على شكل قطرة ماء وحصلت هواوي على براءات اختراع لهذا التصميم المبتكر يعمل الجهاز بنظام التشغيل أندروتن مع واجهة EMUI 11 بكل تأكيد لا يدعم خدمات جوجل ويعتمد على خدمات هواوي ولكن صرحت هواوي أن هذا أول هاتف سيحصل على نظامها الخاص هارموني او اس يأتي الهاتف برام 8 جيجا بايت نوع البي دي دي آر 5 وبساعتين من التخزين 256 جيجا و 512 جيجا نوع يو اس 3.1 مزود الهاتف بأحدث وقوى معالج من هواوي كيرين 9000 5 جي بدقة 5 نانو متر ثماني انوية بتردد حتى 3.13 جيجا هرتز مرفق بمعالج الرسوميات مالي جي 78 ويدعم تقنية تبريد بالنسبة للأداء الجهاز يقدم أداء عالي جدا ولن يواجه المستخدمين أي مشاكل الكاميرا الخلفية رباعية الأولى بدقة 50 ميجابيكسل فتحة عدسة 1.9 تدعم التثبيت البصري والليزر الثانية بزاوية واسعة بدقة 16 ميجابيكسل فتحة عدسة 2.2 الثالثة للزوم بدقة 12 ميجابيكسل فتحة عدسة 2.4 تدعم التثبيت البصري الرابع سوبا زوم بدقة 8 ميجابيكسل فتحة عدسة 4.4 وتدعم أيضا التثبيت البصري الكاميرات تقدم زوم بصري حتى عشرة أضعف والهاجين 20 ضعف والرقمي 100 ضعف تدعم الكاميرات بانوراما وHDR وتسجيل فيديو بدقة 4K بستين إطار بالثانية كاميرا السيلفي بدقة 16 ميجابيكسل فتحة عدسة 2.2 تدعم بانوراما وHDR وبجانبها حساس لقياس العمق يدعم الجهاز بلوتوث 5.2 وNFC وWi-Fi 6 بلس البطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 55 واط من خلال منفذ USB-C وبحسب هواوي يمكن شحن 50% في 30 دقيقة يأتي الهاتف باربع خيارات من الألوان الأسود والأبيض والأزرق والوردي وضعت هواوي أحدث التقنيات وأفضل المميزات في الهاتف لدرجة أن تقنيات الهاتف حصلت على براءات اختراع لهذا الهاتف سيكون بسعر مرتفع السعر يبدأ من 2780 دولار أكثر من 10 ألاف ريال سعودي وصلنا لنهاية الحلقة لا تنسى دعمنا بلايك وتشترك معنا في القناة أشوفكم على خير إن شاء الله مع السلامة شكرا